أطفال السينما المصرية كيف أصبح حالهم بعد أن كبروا في العمر دي النجمة بوسي وهي صغيرة معانا طفلة جنة عمر بطلة فيلم حصل خير وهنا سؤلتها بعد ما أصبحت شابة الطفل يوسف عثمان كان بطل فيلم بحب السينما بحب السيمة عمر عبد الحليم بطل فيلم الغواص ودي صورته بعد ما كبر ومعانا كمان الطفلة من عرفة هي أصبحت الممثلة من عرفة كانت بطلة فيلم مطبس نعيمة أحمد حلمي الطفلة هاديل خير الله كانت بطلة فيلم العفريت مع عمر دياب دي صورتها لما كبرت طبعا طفلة الخمسينات والستينات اللي كسرت الدنيا إيناس عبدالله لبلبة لما كانت طفلة وبتمثل في السينما ومعانا كمان الطفل هو مكتوب هنا سقرات لكن هو اسمه أحمد عقل كان بيمثل دور سقرات في فيلم العفريت وكمان كان في فيلم تعسامير صبري اللي هو جحيم تحت الماء هنا موني بطل مسلسل يا رجال العالم اتحدوا الطفلة فيروز وهي صغيرة وهنا بعد ما تقدم بها العمر طبعا بطلة فيروز هانم ودهب وياسمين الطفل الشريف إدريس كان بطل مسلسلات تلفزيونية كتير وصورته بعد ما أصبح شاب الطفلة نيلي وهي طفلة بتمثل في السينما وكمان بعد ما تقدم بها العمر شادي خفاجة أخو السلاسي فادي خفاجة وهادي خفاجة بيمثلوا أفلام كتير الطفلة ملك أحمد زاهر بطلة فيلم عمر وسلمة وهنا بعد ما تقدم بها العمر الطفل زياد بطل فيلم عن دليب الدقي مع محمد هنيدي وبعد ما كبر هنا ليلة الشابة ليلة أحمد زاهر كانت بطلة فيلم عمر وسلمة الموثلة هانم الزاهد كان بتمثل وهي طفلة فيلم مشخصاتي وكمان معنا الطفل أوشة كان مع محمد هنيدي هنا الطفلة سوكة بطلة فيلم أبو علي بعد ما أصبحت شابة الطفل محمد فخراني كان بطل لمسلسل سرايا عبدين صورته بعد ما أصبح مراهق وكمان معنا الطفلة مهة عمار كانت بطلة فيلم حرامية في كيجيتو وبعد ما أصبحت شابة هنا معنا الطفلة روبا السعدي صورته وهي طفلة وصورته بعد ما أصبحت شابة هنا الطفل السينما المشهور جدا أحمد فرحات ترجمة نانسي قنقر